هذا ولدي كتابٌ هو شرح الحسن المسلم حسن المسلم للأخونا الحبيب فضل الشيخ الشيخ سعيد موفي القطاني رحمة الله عليه وكتابه ما إن شاء الله تدعى الله فيه بركة وانتشر وترجم لغات كثيرة جدا شرح عارة بن الشروح منها شرح المؤلف نفسه المؤلف نفسه لما يتحافل مسلم بشرح حسن المسلم وهو ضخم كبير سبقنا عرضناه لكن هو نفسه وقف على أربعة من الشروح قبل أن يؤلف كتابه ذكرها ثم قال إن أجملها وأحسنها وأنفسها هو هذا الكتاب الذي سماه صاحبه فتح المنعم في التعليق على حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة أما حسن المسلم الشيخ سعيد بن ووفي القطاني أما فتح المنعم الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ السبتي ابن العربي غديري الجزائري وفقه الله وطريقته أنه يأتي إلى كل باب هو يقول أن كتابه جعله نقلا لكلام لإمة أما التوبيبات على ما هي عليه هذا الباب كما هو الأحاديث المروية في الباب كما هي ثم يبدأ بعد ذلك يذكر لك كل عبارة يريد شرحها بين قوسين وحبرة ويبدأ يشرح الشرح هنا نقل لكلام الإمة والمحققين وماذا قالوا في بيان المعنى شرح الغريب والتماشي التنبيهات الواردة في كل شو هذا بعد ذلك يبدأ بعد ذلك كل قوله كذا يشرح قوله كذا ويشرح وفالكتاب مليء بالنقولات وكلام المحققين والكتاب في مجلد ضخم نصدار دار الإمام مالك بالجزائر وفقهم الله